شكر عمار في سفارة تونس بأنقرة شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة عبر الهاتف ويضم إلينا في الستوديو كهية مدير الجيوفيزيا بالمحهد الوطني للرزد الجوي خير الدين العطافي إذن سيد العطافي بداية كيف نفسر هذه الظاهرة وأسبابها أولا تحية للمشاهدين والمشاهدات وأسوق التعازي الصادقة إلى كل أهالي المفقودين والضحايا بكل من سوريا وتركيا بالنسبة للرد على هذا السؤال أنه الزلزال مع توقع زلزال عنيف صباحا على الساعة الواحدة الثانية صباحا وسبعة تحين دقيقة توقيت تونس بقوة 7.8 على سلة مرشتر ثم على حوالي متصف النهار وقع زلزال آخر عنيف بنفس القوة 7.5 أو 7.4 على سلة مرشتر كانت العلاقة الزلزالة داي هو ذو علاقة مع الواقع الجيولوجي والتكتوني الموجود بحظو الحدود مع سوريا وتركيا هناك التقاء ثلاثة صفائح تكتونية والمنطقة هذه هي ذات خصائص معروفة هي منطقة زلزالية هي منطقة زلزالية معروفة ذات تواتر زلزالي بنفس القوة أو أكثر حيث تم تجيل زلازل بقوة 8.2 على سلة مرشتر بنفس المنطقة سابقا في التاريخ نعم وأنت مختص في الجوفيزية سيد خير الدين في هذه الحالات الجيات العلمية في الدول يعني ألا تكون على علم ربما وتنبه سلطات اللي إجلاء السكان ربما وتفادي الأضرار أكثر السؤال نتاعك هو أنه هل يمكن التوقع الزلزال قبل حدوثه في الوقت الحالي هناك دراسات ولكن ليست هناك نتائج ملموسة لا يزال البحث جاري في هذا الميدان الزلزال يأتي على حين غفلة بطريقة فجئية ليس هناك ولكن السؤال هو في بدايته ربما يعني الجهات العلمية يعني تكون أول الجهة التي تتنبأ يعني بعد حدوث تلك الرجل الأولى لإجلاء المواطنين وتفادي الخسائر هذا السؤال هناك توجه منتا في المبحث هذا أو في الاتجاه هذا حول تحذير الناس من المناطق ذات خصوصيات زلزالية كما هو شأن في المكان الذي وقعت فيه الزلزال العنيفة تحذير مبدئي ولكن التوقع متى سيقع وأين سيقع هذا يبقى صعب جدا هل من أي كاسات لهذا الزلزال على المنطقة هل تتوقع ربما أن يواصل هذا الزلزال وتواصل ارتداداته في المناطق المجاورة؟ بالنسبة للارتدادات هذا محتمل جدا سيستمر تواثر الزلزال بنفس المنطقة يمكن أن يكون أيام أو أشهر أو حتى أكثر من عام إلى أن تذمحل القوة على الزلزال ويكتمل التوازن في المنطقة ثم تعود إلى حالة الطبيعية أما على مستوى البلدان المجاورة فكل مكان له خسائص تكتونية وجيولوجية خاصة به بالنسبة لتونس نحن موجودين داخل صفيحة تكتونية الصدوء عمتاع ليس هناك حدود صفيحة ظاهرة على مستوى السواحل المستوى السواحل في الشرق وهذا يجعل أن المكان هذيذو خصوصية معينة زلازل إمتاعنا متوسط الحجم لا تتجاوز قوتها خمسة على سل برشتر سواء تاريخيا أو حتى بالأجهزة الحالية ما تسجلنا الزلزال بنفس هذه القوة والعلاقة مع الزلزال بعيد كالذي وقع بتركيا هي علاقة ضعيفة جدا نعم نتمنى السلام الأشقاء في سوريا وتركيا خير الدين العطا في كهيت مدير الشيوف في زياب المحهد الوطني للرسل الجوي شكرا جزيلا لك